أنا أكون موضوع واحد حابب أسلط علي الضوء أنت آخر حفلة خاصة سويتيها صارت بيها كارثة حرفياً كانت رح تود بحياتك يعني من بعدها اعتزلت الحفلات الخاصة تماماً تذكري حسن معلوماتك أي حفلة مثلاً يكون يعني حفلة بالتسعينات كانت يعني لأحدى الشخصيات السياسية ورد أنه يطلق عليك الرصاص يعني أكو هذا القبيل صحيح بس كانت يعني رغمات هالشكل ونحن ما أريدها متى أن تفتقين هالأمور ما أريد نحشى هالتفاصيلين هل كانت هالأمور سبب من أسباب ابتعادش واعتزالش؟ أكو أي طبعاً أكيد تضييق كان عليك أي كانت أكو مضايقات بس إحنا كنت شراح في وقتها يعني الإشاعة التي تقول أن أنت تزوجتي من أحد الشخصيات العسكرية خل نقول أبيتش هي إشاعة مو حقيقية لو حقيقية؟ لا لا مو حقيقية مو حقيقية أبداً تعرفين الفنام من يبتعد تطلع كثير علي أقاويل وإشاعات؟ أكيد 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 وهو قلت لك يعني لأنه بتعدت وخفيت يعني فصار حشي هواية والحمد لله السياتنا موجودة جلدنا وعظمنا موجودة وجمال الجميل وحياتي سلمت يا قالي إذا اليوم اتكرمتي بدرع معين وصعدتي على المنصة وطلبوا منك تشكرين ثلاث أشخاص أثروا بشكل إيجابي بمشوارك الفني منه تشكرين من الأهل من الفنانين بكيف تشأثروا بشكل حلو على مشوارك الفني؟ تأثير من ناحية إيجابي الإيجابية مو سلبة أكيد يعني شاعر أنتات أغنية حلوة مطرب دعمك مطربة قلت لك حتايا حلوة أكيد هواية هواية من ناحية كل الوسط الفني أكيد هواية هواية دعمون ثلاث أسماء أريد ثلاث أسماء فرق قويات يعني مثلا قلتش أول شيء لازم يكون ملحن صدقوني ما مليتكم أكيد تحياتي إلى السيد إبراهيم السيد إبراهيم السيد إبراهيم السيد إي نعم ثنين بعد ثنين بعد الملحنين من الشعراء الملحنين في وقتها صراحة شعراء شعراء في وقتها قسم من عندهم متوفى وعفهم يعني شعراء جبار صدام الشاعر وعندك يوسف النصار عندك كريم القصة وعندك هؤلاء كلهم شعراء حلوين أريد مطربة أنت تأثرت بها يعني كنت تسماعيلها قبل ما الدخلين الوسطة الفني مطربة حبيتي ستايلها قلت أريدت شا صير منو كانت قدمة إي أكيد اللي قبلتش يعني إي أكيد عندنا عندنا وحيدة خليل حلو أنا حساتك كلش أشبه صوتها حياتي شرفني والله فنانة كبيرة عظيمة وحيدة خليل زهر حسين أي